اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج آخر طبعة واسمحوا لي أن نرحب بضيفي في الاستوديو القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ سهيل الناطور أهلا بك أستاذ سهيل في برنامج آخر طبعة مشاهدينا عنوين عدة حملتها الصحف لهذا اليوم الوسط البحرينية عنونت ضوء أخضر أمريكي للهجوم على غزة والدستور الأردنية كتبت ملك الأردن يوعز بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة والمزيد من العنوين في هذا الرصد مع غادي غنطوس نتابع ونعود لمناقشة مجاة في هذه العنوين السلام عليكم العضوان على غزة ودعوة مجلس وزراء الخارجية العرب إلى إعادة النظر في مبادرة السلام موضوعان الأبرز في بعض الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع نوين صحيفة الدستور الأردنية 46 شهيدا و417 جريحا في غارات القتل الإسرائيلي على غزة الأردن يدعو إلى موقف عربي جماعي لوقف العضوان فورا الملك يعز بتعزيز المستشفى الميداني وإرسال مساعدات عاجلة إلى القطاع قصف تل أبيب للمرة الثالثة ووحدات من الاستشهاديين لمواجهة الاجتياح البري حماس تشترط للهدنة رفع الحصار وذهول في إسرائيل صواريخ غزة بعيدة المدى صناعة محلية وفي الشأن الأردني أنسور البديل لرفع الدعم أسوأ على الاقتصاد الوطني أما صحيفة الوسط البحرانية فعنونت ضوء أخضر أمريكي للهجوم على غزة والعرب يدعون إلى إعادة النظر في السلام مع إسرائيل مشاركة واسعة من الجاليات الأسيوية بعشراء مصرع نحو خمسين طفلا في حادث استدام بين حافلة وقطار في مصر أما صحيفة النهار اللبنانية فعنونت معادلة غزة الأبيب مستمرة بانتظار التهديئة مصر تتوقع وقفا للنار وحماس تطلب ضمانات مقاتل النهار أذهب إلى باريس ويد ممدودة إلى المعارضة الرابع عشر من أذار تتجنب فخ بري وتزور سفارة فلسطين للتضامن فرنسا تستقبل منذر ماخوس سفيرا للإتلاف السوري أردوغان يرى أن نظام الأسد محكوم عليه بالهزيمة أما صحيفة الشرق الأوسط السعودية فعنونت إسرائيل تهدم مقار حكومة غزة وواشنطن صواريخ حماس السبب قطر يجب أن لا نعطي الفلسطينيين أملا أكثر مما نستطيع أردوغان مستعدون للحديث مع حماس بضمانات أمريكية باخوس سفيرا للإتلاف السوري في باريس وأربعمائة قطيل في ثلاثة أيام تجدد القصف على جنوب دمشق وأغلاق منافذها مصر حادثة قطار وحافلة تود بواحد وخمسين طفلا تطيح بوزير النقل اليمن إحالة قاد عسكريين في أحداث تعز إلى المحاكمة أما صحيفة الوطن السورية فعنونت صواريخ المقاومة تحلق في سمائة الأبيب والاحتلال ينصب القبة الحديدية الجامعة العربية تجتمع ومنصور يدعو المطبعين لقطع علاقاتهم مع إسرائيل تهران تستضيف اليوم مؤتمر الحوار الوطني السوري ومساعن روسية لعقد مؤتمر للمصالحة بدمشق أولند يستقبل الخطيب والبحث يتناول الحكومة الانتقالية الجيش يدك أوكار المسلحين جنوب دمشق وليفها ويشدد إجراءاته الأمنية على مدخلها قتل أكثر من مئة في حمس وعزز تقدمه في محور حلب الشمالي أما صحيفة المساء الجزائرية فعنونت واحد وأربعون شهيدا ونحو أربعمائة جريح العدوان الإسرائيلي على غزة يستمر لليوم الخامس جزائريون وفلسطينيون ينددون بالعدوان على غزة في وقفة تضامنية بمقر سفارة فلسطين بالجزائر وفي الشأن الجزائري خزينة الدولة تخسر سبعمائة مليون دولار سنويا المسترجعون والمصدرون للنفايات يستنجدون بالحكومة ويطالبون برفع الحظر عن نشاطهم وأخيرا مع أبرز عنوين صحيفة البيان الإماراتية أربعة عشر شهيدا والعرب يراجعون مبادرة السلام الإمارات تشدد على خطوات عملية وحاسمة لوقف العدوان وبهذا العنوان نصل إلى الختام عودة إليك وفا شكرا لك غادي أستاذ سهيل سأتوقف عند عنوان صحيفة الوسط البحرينية التي كتبت ضوء أخضر أمريكي للهجوم على غزة وبالأمس وحتى اليوم كنا نسمع عن محاولة للوصول إلى تهدئة برعاية قطرية تركيا مصرية وأيضا إسرائيل تنفي وجود أي وصول إلى أي صيغة من التهدئة ولكن ماذا يعني دخول مصر وتركيا وقطر على خط الحرب على غزة تعلموا جميعا أن الإجراءات التي بدأتها إسرائيل للاستعداد للغزوي أو للأدوان على غزة بدأت منذ فترة عندما قالوا أن جيشهم كان قد فقد القوة الردع وبالتالي أن السيكولوجية العربية لم تعد تهتم بكثير بين كل الإجراءات التي لديه وشهدنا مناورات وهذا الجيش عمل مناورات على الحدود اللبنانية والحدود السورية والحدود الأردنية وحدود غزة وعمل مناورات أيضا لتأمين مسألة القبة مع الأمريكان كل ذلك في سبيل التهمهيد إلى أننا عندما نضرب نضرب بقسوة فيرتدي على الفلسطينيون والعرب ونعود إلى الصيغة القديمة التي يخشى فيها كل إنسان على بيته ومنزله فبالتالي يشكل ضغطا على سلطاته أن تمنع العمل الفدائي وأن تمنع التسلح وأن تمنع استمرار نهج مقاومة الاحتلال نعم ولكن دخول مصر وقطر وتركيا لماذا مصر وتركيا وقطر؟ تماما هذه القضية عندما بدأت برز أن هناك إشكالا في الطرف الآخر الطرف الإقليمي لأن المادة الجديدة التي وصلت إلى السلطات في البلاد التي شهدت حركات كما في مصر هي ذات طابع إسلامي وهي تتناغم بشكل كبير مع الطابع الإسلامي للحكومة الحالية في تركيا والتي تحاول أن ترعى هذا الطابع تحت شعار كلنا نعرفه ويمكن تفسيره بكلمات كثيرة الإسلام الحديث والإسلام المديرن إلى آخره لكن يمكن كمان أن ننظر له بعمق أنه الإسلام المتأمرك لأن المتحدة الأمريكية راضية جدا عن الأداء الإسلاموي لحكومة تركيا وبالتالي هذا الإسلام المتأمرك والذي انضمت له قطر بشكل فاعل هل تعني تركيا فقط أم تركيا ومصر أيضا؟ أنا أقول تركيا وقطر واضح أن إسلامها متأمرك في سياساته ولكن مصر التي كانت تتأرجح وتحاول أن لا تغضب أمريكا حتى تمر فترة ما يسمى الفترة التمهيدية للتمكين للحكم الإخوان المسلمين الإسلام المتأمرك هذا كان قابق أوسينيا وإن أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس مرسي بعد أسبوع وأسبوعين ليطلب مساعدات وغيرها وبالتالي ما بين جزرة المساعدات التي قد تنقذها كالسلطة بالبقاء وبين الضرب يدم من حديد على القوى الثورية سواء كانت إسلامية أو وطنية لكن حتى يتسنى لنا الحديث عن أبرز العنوين إذا أعطي ضوء الأخضر الأمريكي لضرب غزة هل يعني بأن محاولات التهديئة قد فشلت؟ إذا أعطي الضوء وهو ضوء أصلا الولايات المتحدة الأمريكية لا تذهب إلى حرب مثل هذه إلا بضوء أخضر أمريكي وكان الموقف الأمريكي هو المؤشر عندما قال أوباما منذ بدايتها أن المسئولية تقع على الفلسطينيين الذين يطلقون الزواريخ هو لم يذكر الاحتلال ولم يذكر كل المساوئ التي وبالتالي هذا مؤشر جديد أن انتخاب أوباما الثاني مختلف عن أوباما الأول بأوباما الأول كثيرون توهموا أنه سيكون مع الحق الفلسطيني بنسبة نسبيا الآن هو يقول منذ البداية أن هناك استمرار لكل التدهور الأخير في مسيرته إزاء حقوق الفلسطينيين وأنه مع الإسرائيليين وعندما تحدث مع الرئيس الفلسطيني ليردعه عن الذهاب إلى الأمم المتحدة وهي حركة سياسية بعضهم يقول أنها شكلية ولكن البعض يبني عليها أن فيها مكتسبات الفلسطينيين لكن الرئيس باراك أوباما أجرى العديد من الاتصالات مع تركيا ومصر كما ذكرنا قبل قليل إذن هناك محاولة أمريكية للوصول إلى تهدئة بين إسرائيل وبين غزة ربما هذا كان يعكس أن الإسرائيليين قدموا للأمريكيين أن خطتهم هي ضربة ساحقة سريعة بالطيران ثم بعد ذلك تبدأ الاتصالات وتلعب مصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية دورا في الوصول إلى وقف اطلاق النار يكون الجيش الإسرائيلي قد استعاد هيبته بأنه يضرب ولا يصاب الأمر الذي خورق بالصواريخ البعيدة نعم أستاذ سهيل الأردن أين هي الأردن أو أين هو الأردن من هذه المعادلة لماذا خرأ إذا تم اختيار مصر وتركيا وقطر إذن الأردن أين هو من هذه المعادلة الاتجاه المصري بعد الانتخابات التي تمت ووصولها كان باتجاه الاستقرار وتعميق السلطة الإخوان المسلمين الاتجاه الأردني لم تصل الإخوان المسلمين إلى السلطة ولذلك هناك حراك وهناك تصعيد وصدمات على الأرض تجعل الوضع الأردني كله قليل فالنظام الذي دائما لديه سبب أن يكون ممنوع تجاوز الحدود في سبيل تحرير فلسطين والكوة الإسلامية التي لم تصل إلى السلطة لذلك لم تدخل دبروا أنفسكم في الأول إذن الأوضاع الداخلية في الأردن هي السبب الجوهة نعم في عدم تدخل الدواكل بقى معي أستاذ سهيل سأنتقل إلى فقرة إقراء الحدث نستعرض ما فيها ونعود لمناقشة ما جاء فيها معك مشاهدينا ننتقل إلى فقرة إقراء الحدث ونستعرض معكم أهم ما جاء فيها والقنديل في الشروق المصرية كتب الهمجية مجرد من كنزها الاستراتيجي وصحيفة الحياة عنولة الأردن إضراب عام واشتباكات والمزيد في هذا الرصد نتابع ونعود ما جاء فيها ومناقشتها مع ضيفنا في الستيديو الشروق المصرية والقنديل الهمجية مجردة من كنزها الاستراتيجي كل ما شئت عن ارتباك مؤسسة الحكم في مصر في عديد من الملفات الداخلية لكن الموضوعية تقتضي القول إن الأداء الديبلوماسية المصرية في مواجهة الاعتداء الصهيوني على غزة يستحق الاحترام والتقدير ففي عملية الرصاص المسكوب التي نفذتها إسرائيل أواخر عام 2008 كان حسن مبارك كنزها الاستراتيجي يوفر لها الغطاء باستقباله وزير خارجية العدو بابتسامته العريضة على أن التحركات الرسمية المصرية خلال اليومين الماضيين ليست منتهى أمال الشعب المصري فالمطلوب إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل كعدو محتل ومغتصب للأرض وليست دولة جوار وهذا يتطلب العديد من الإجراءات أقلها كبداية أن تغلق مصر أبوابها في وجه قطعان السياح الإسرائيليين ثم أن تعمل بجدية على تحرير السناء من الإرهاب ومن الفراغ ومن العزلة عن بقية خارطة مصر الحياة السعودية الأردن ضراب عام واشتباكات استمرت الاحتجاجات على رفع الأسعار في الأردن لليوم الخامس على التوالي وسط اعتقالات تعرض لها متظاهرون اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ودعوات متنامية أطلقتها حراكات شعبية لإضراب عام عن العمل وخصوصاً بين المدرسين في مختلف مناطق المملكة اليوم وأعلن رئيس الحكومة عبداللانسور تحمله كامل المسؤولية وحذر الأردنيين من الذهاب نحو المجهول وقال في حديثاً للصحيفة إن الأردنيين يخشون أن تتفاقم الأمور في المملكة لأنهم شاهدوا تجارب من حولهم الشرق الأوسط السعودية أولاند باريس قدمت مثالاً لا يحتفى في تطور لافت يعكس مدى انخراط السياسة الفرنسية في عملية دعم المعارضة السورية على كل السعود أعلن الرئيس فرانسواء أولاند أن بلاده قررت استضافة سفير جديد لسوريا عينه رئيس الائتلاف السوري أحمد الخطيب وقال أولاند للصحيفة إن ما قامت به باريس يمكن أن يكون مثالاً يحتذا به لا بل يمكن أن يشكل مساراً لدعم المعارضة السورية وأكد الرئيس الفرنسي أنه طلب من وزير خارجيته أن يستفيد من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً في بريكسل لاستمرار في عمليات الإقناع التي بدأتها باريس لاستقطاب الدول الأوروبية واللحاق بالموقف الفرنسي أستاذ سهيل قبل مناقشة مقال وقال قنديل تحدثت عن الإسلام المتأمرك والتحالف الأمريكي مع هذا الإسلام وضربت بالمثال تركيا وقطر ولكن هل مقصود منه ترويض المقاومة أو محاصرة المقاومة؟ هدفهم الرئيسي إلغاء المقاومة ليس فقط كجسد وبنى وتنظيمات وسلاح أيضاً حتى فكرة المقاومة يجب اقتلاعها من ضمير الشعب العربي والفلسطيني هذا الجوهر الرئيسي ولكن طبعاً الدول العربية والإسلامية لا يمكن أن تكون مثل الأمريكان بنفس حدة الموقف الصهيوني هذا هم يحاولون وتحت مبررات أحياناً يقدمها بشكل عقلاني أن قوانا يجب أن تتدرج في المواجهة لأننا لا نستطيع أن ننتصر على العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكياً وغربياً بشكل كامل مرة واحدة ربما فيه شيء من الصحة ولكن يجب أن نتمم الصراع لا أن نتوقف عن الصراع كما يحاول أن يقدم لنا بالحلول لهكذا أنظمة لذلك أنا أقول مقاله وائل أنديل أن الأداء الدبلوماسي المصري يعني يمكن إذا قارنناه طبعاً بصفر أداء أو تحت الصفر بالأداء الذي كان مصرياً أيام حكم الرئيس السابق حسني مبارك لا يمكن أن يكون معياراً هذا أمام هجمة دموية بهذا الشكل نعم والقنديل يطالب بإعادة رسم السياسة الخارجية باتجاه إسرائيل كعدو محتل وليس كدولة جوار ولكن هل تستطيع مصر اتخاذ هذا الدور؟ هل لديها كل الإمكانيات التي تستطيع من خلالها مواجهة إسرائيل أصلاً؟ لا أعتقد أن الإسرائيليين الذين وافقوا على اتفاق أوسلو مع مصر ومع الفلسطينيين أو اتفاق كام ديفيد مع مصر طلبوا من الجهات تعبوية لديهم أن تلغي العداء للعرب على العكس تماماً هم لا زالوا يتعاملون مع العرب على أنهم أرض للأعداء وأنهم لهم حق وجومية والدليل الحروب المتكررة التي تمت لماذا لا يطلب من الحكومات العربية التعبئة لشعوبها؟ لماذا تبدل المناهج التعليمية والمناهج التربوية والتصطيفية؟ إذن بالحد الآدنى يستطيع الحكم المصري الآن أن يرفع حدة التعبئة في هذا حتى تكون الشعوب العربية وخاصة مصر تؤثر على كل الشعوب العربية لكن ألا تحتاج مصر أيضاً إلى قدرات عسكرية ومالية حتى تستطيع المواجهة؟ أولاً لا يجب أن نقبل التفكير الذي يقدم لنا وكأن مصر فقيرة معدمة منهارة وأنه يجب أن ننتظر كثيراً لا يمكن تعلم السباحة إلا بالغطس بالماء وبالتالي لا يمكن تنظيم الكلام الذي يقال أرض مقدسة وتحريرها وثاني الحرمين إلى آخره إلا إذا بدأنا بالاشتباك أما القول بين الابتعاد والتحضير هذا يمكن أن يقال عن بلاد بعيدة جداً من الدول الإسلامية البعيدة التي أيضاً عليها واجبات الدعم نعم قنديل طالب مصر بالعمل بجدية على تحرير سيناء من الإرهاب ومن الفراغ ومن العزلة عن بقية خريطة مصر ماذا تعني سيناء وماذا تغير سيناء؟ هناك محاولات غربية بشكل رئيسي وإسرائيليا لتصور وكأن سيناء باتت المعبر للتسليح إلى غزة وأن هذا المعبر يتم عبر مجموعات دينية أصولية تهرب السلاح وأنه يأتي من الخارج إلى آخره وبالتالي يقولون بأن على الدولة المصرية أن تقوم هي بواجب تطهير منطقة سيناء أي أن تغلق الدعم عن أهالي غزة حتى عندما يواجهوا بهكذا بطشاً دموي أن يكونوا قادرين على تلقينهم درساً مضاداً أعتقد أن هذا الكلام من حيث المنطقة الدولة تكون فرضت سيادتها على جميع الأراضي لا أحد يخالف هذه الفكرة بس من قال أن سيناء ليست تحت السيادة المصرية وأن هذه الدعاءات كاذبة هذه الدعاءات إسرائيلية أمريكية تشجعها بعض القوى النسبياً بين هلالين أقول المتخاذلة في رؤيتها لكل نقاط القوى لدى الشعب العالم هل مصر تغض النظر عن الدعم العسكري الذي يصل عن طريق سيناء؟ يجب هي لا تغض النظر هي منذ فترة عدة أشهر أوقفت طمرت عدداً من الأنفاق التي كانت تهرب بها تهمة أنه كان يهرب بها وكان يهرب بها ربما الطعام أو غيره وهي أيضاً أغلقت كثير من المصالح للكوى الثورية الفلسطينية التي كانت تمتد إلى رفح المصرية وهي هاجمت عدداً من الكوى التي اتهمتها بالإرهاب وبالتالي محاولة التنقية التي يؤشر لها وائل قنديل إذا كان الهدف منها إبراز أو سحب عذر تتعلل به إسرائيل والولايات المتحدة والغرب بأن هناك إرهاباً يفلت في الأرض العربية ربما يجاد صيغة لهذا لكن لا يجب أن يكون الثمن هو إلغاء إمداد أهالينا الصامدين على خط النار الأول نعم سنتقل معك إلى الأردن تشهد احتجاجات واسعة ولكن أين يتجه المشهد الأردني الآن؟ أعتقد أن الموضوع الداخلي الأردني برز بحدة وقصوة شديدة وهو فيه تفسيرات في الهياء هناك عامل خارجي مهم جداً يؤشر له ولكن لا يتحدث عنه بوضوحه وبصراحة لأن الأردن رئيس الأمن العام بالأمس كان في مؤتمر صحفي يشير بأن هناك خيوط الأيادي خارجية تعبث في الأردن أنا لا أقول لأياد خارجي هذا التبرير الأنظم العربي دائماً أن هناك أياد خارجية الأيادي الخارجية بالأساس هي سبب وجود النظام الغردني هو خليق بريطانيا وهو مدعوم خليجياً ولا يستطيع أن يقف في موازنته بدون المساعدات الدولية التي تأتيه وهذه المساعدات أمريكية وغربية وخليجية وبالتالي نقص المساعدات الأمريكية بسبب أزمتهم ربما وبسبب أن الخليج يريد منه سياسة مختلفة لهذا النظام الذي يشعر بنفسه بين شاقولين نعم اسمح لي ولكن من يقود الاحتجاجات في الأردن هم الأخوان وبالتالي هم الأخوان في الغالب ما يكونون مدعومين خليجياً أنا لا أعتقد أن المسألة فقط الأخوان كل القوى الوطنية واليسارية والأردنية الطبيعية ولكن متصدر المشهد الأخوان إذا كانت هي التي تطغى بسبب رأياتها وكثافتها لكنها ليست هي لم تبدأ هي الحراك الحراك بدأه الفقراء والوطنيون العاديون والديمقراطيون والذين صعدوا وواجهوا القوى الأمنية باشتباكات حضارية كانوا ثم بعد ذلك لحق الإخوان المسلمون الآن الإخوان المسلمون إذا كانوا قد لحقوا فذلك لأنهم يعتقدوا أن هناك فرصة في العالم العربي للوصول إلى السلطة وعليه فهم لا زالوا يأخذوا ويعطوا مع النظام الأردن حول قانون الانتخابات هم لا يعارضوه جوهرياً لأن قانون الصوت الواحد يعطيهم حصة أكبر ولا يقبلون أن يكون هناك لائحة مشتركة لكل الجميع وأن يتغيير النظام تتحدث عن أن النظام في الأردن هو مدعوم خليجياً ورئيس الوزراء الأردني قال أن الأردن لم تحصل على أي مساعدات خليجية خلال العام الماضي أعتقد هناك تفسير لدى بعض الأمريكيين كانوا يقولوا في تحليلاتهم عن مدل إيس كرايس أن الخط السعودي كان يريد بدعمه للكوى المعارضة لسوريا أن يكون هناك جبهة مفتوحة في الأردن وأن يكون هناك مسلحين وعندما لم يستطع النظام الأردني أن يصل إلى تلك المرحلة قطعت عنه المساعدات لترويضه وإضحامه في الوضع إذن هل تخلى الخليج عن الأردن بشكل سريع حتى أن تقل إلى فاصل هل تخلى الخليج عن الأردن؟ أعتقد أنه يضغط على الأردن لا يتخلى الخليج عن الأردن بدليل التصريح البحريني الذي كان يقول أنقذ الأردن سريعا نعم أستاذ سهيل اسمح لي أن ننتقل إلى فاصل سريع مشاهدين فاصل سريع ونعود لكم مجددا متواصلي معكم مشاهدين مع فقرتنا لهذا اليوم معريف تحدثت عن وفد رفيع المستوى يصل اليوم إلى مصر وهارتس كتبت حرب عالمية على رأي العام العالمي والمزيد في هذا الرصد ضمن فقرة إقراء إسرائيل معاريف مفترك طرق حاسم التصميم الذي تبصه القيادة الإسرائيلية حول مواصلة العملية في غزة لم يمنع دخول محافل إسرائيلية كبيرة على خط الاتصالات لوقف النار أمس الأول زارت القاهرة شخصية إسرائيلية رفعة المستوى واليوم يتوقع أن تصل إلى هناك شخصية إسرائيلية كبيرة وبحسب مصادر عربية يجري الحديث عن رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن عاموس جلعاد والتقدير هو أن مصر تجري اتصالات منفصلة بين إسرائيل وحماس وفي القاهرة يفعلون كل ما هو ممكن لمنع إسرائيل من التوجه إلى عملية برية مصادر أوروبية ضالعة في المفاوضات أشارت إلى أن إسرائيل وحماس ستضطران للتسوية العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي نصت دائما على أنه بعد ضربة جوية ابتدائية ومفاجئة ثم تحاجة إلى خطوة برية لاستغلال النجاح لكن تجارب العقود الأخيرة علمت جيوش العالم ومن بينها الجيش الإسرائيلي أنه من المجد التفكير بصورة مختلفة حملة عامود السحاب جرت في الأيام الماضية من دون احتكاك بري من الواضح أن العمليات المكشوفة لتركيز القوات وتجنيد الاحتياط قد تشكل ضغطا على المنظمات التي تسيطر على غزة وعلى الجهات الدولية المؤثرة عليها للموافقة على صغة لوقف النار هذه مقامرة إذا أصر الطرف الثاني على موقفه من شأن إسرائيل أن تجد نفسها تنجر إلى عملية برية كي لا تظهر أنها مرتدعة من الأفضل أن لا يأتي عامود النار بعد عامود السحاب وأن تأتي تسوية أمنية سياسية لوقف النار إسرائيل هايوم حرب عالمية على الرأي العام العالمي يعرف الجيش الإسرائيلي منذ زمن أن الحرب لا تدور على الأرض فقط ويعمل الجيش لتقديم نفسه بصورة إيجابية قدر الإمكان منذ بدء الحملة وزع الناطق باسم الجيش أفلاما على كل وسائل الإعلام وضم إلى وحدات مختلفة جنودا تم تأهيلهم في الأوينة الأخيرة لتوثيق العمليات في المقابل تعمل قوات السايبر التابعة للجيش على جفهة الإنترنت ولسيما عبر شبكات التواصل الاجتماعية لنقل رسائل وبيانات إلى المراسلين والعالم سهيل بالتوقف عند ما جاء في الصحف الإسرائيلية منذ بداية العدوان على غزة والحديث يجع عن الدور المصري والتركيز على ما تطمح أو ما يطمح إليه تطمح إليه شعوب من دور مصري قادم ولكن ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها مصر للقيام بمثل هذا الدور هل يمكن تصور يعني أنت أيضا أكاد على الدور المصري نحن نحاول أن نكون عقلانيين ومش عارف إيش لو تصورنا شوي أن اللاعقلانية التي حكمت الإسرائيليين تحكم بعض العرب ونقول ألغينا اتفاق السلام ما بين مصر وإسرائيل أخذت القيادة المصرية الحالية قررت بهذا الشيء ماذا سيكون الموضوع؟ سيكون استعادة وحدة عربية غير متوقعة في تاريخنا من أنظمة وشعوب الآن تفور وتضغط على الأنظمة بشكل عملاني وتطبيقي إذن لماذا لا تقوم مصر بهذه الفرصة؟ لماذا تخشى مصر فقط أن تبقى تحت الضغط الأمريكي مباشرة عليها وتسرق مياه النيل من قبل الإسرائيليين بتقسيم السودان وغيره ولا تتكلم ولا تتحرق طبعا لأن هناك ضغوط اقتصادية على مصر وبالتالي هي لا تستطيع حتى الآن التحرر من هذه الضغوط إذا كانت كل هذه المساعدات التي تقدم لمصر لم تحل الأزمة الاقتصادية لماذا لا نحلها عربيا أولا؟ ونحن من أغنى البلاد العربية في النفط والأموال ولكنها ليست في جيوب الشعوب بل في جيوب عدد من الحكام أنا أعتقد إذا أخذت وقلت هذا غير من المتوقع إذا أخذت معنات أن نتجه إلى صياغة جديدة كبيرة للعالم العربي بكامله كقوة رئيسية في دول الاستقطابات الكبرى ولكن دول البترو دولار أو ما تسمى بالدول البترو دولار تتجه باتجاه آخر تماما وبالتالي من من الممكن أن يقدم الدعم لمصر وهناك الكثير من الدول العربية ليست دول نفطية في الأساس وهي تعول على مساعدات تحصل عليها سوى من الغرب أو من دول أخرى يجب أن لا نستكين للحالة القادمة نعمل المثال بالمقارنة ما بين الهجمة الإسرائيلية السابقة وهذه منذ أربع سنوات كان النظام المصري جامدا وعمليا قابلا بكل الموضوع الهجوم على غزة ما الذي حصل؟ لم تتحرك للأنظمة سوى وكأنها ترسلنا بعض عبات الأسبر وبعض أبار البنسلين أما اليوم الوضع مختلف تماما لماذا؟ لأن هناك نسبيا حراك من النظام المصري الجديد إذن لو كعلى درجة الحراك من الذي يحسب حسابه؟ الغرب الذي يستكين إلا أن هناك ما يسميه بحلفاء له أو أصدقاء له يلعبون دور الوسيط العرب لا يمكن أن يكونوا وسطاء في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية وحقوقنا إذا كانوا سيبقوا وسطاء إذن فلنعد تقييم كل حالة النتائج التي أفرزتها هذه الحركات الثورية العربية نعم أمس الأول زارت القاهرة شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى هذا ما نقلته المصادر في العديد من الصحف اليوم واليوم أيضا تزور مصر شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى كيف تتعامل إسرائيل مع مصر في هذه المرحلة؟ وأعني مصر ما بعد الثورة واضح أن الأمور السابقة كانت تتم يعني زيارة شخصية إسرائيلية على الرغم من أن مصر طردت السفير الإسرائيلي لا أرجو أن نوضح هذا الأمر مصر لم تطرد السفير الإسرائيلي مصر الحالية دعت سفيرها للعودي دعت السفير المصري للعودي من تل أبيب ولكن إسرائيل حفاظا على حياته وبسبب التخوف سحبت السفير مع تسامل تبلوماسيح وهناك ليس هناك قطيع وبالتالي إجراءات الاتصالات الأمنية لازلت قائمة وهذه الإسرائيليون يؤكدوا عليها في صحفهم لذلك لنظر هذه خطوة صغيرة جدا والمطلوب أكبر بكثير نحن نطالب أن يطرد السفير وأن تلغى اتفاقية السلام وإذا لم تلغى اتفاقية السلام على الأقل أن يقال ألغيت المبادرة العربية وأن دعم الشعب الفلسطيني بفتح كل قنوات الدعم والطرق وغيرها أن هذا المطلوب حتى لا ننغش وكأن الأمور نعم هذا المطلوب ولكن كيف تتعامل إسرائيل مع مصر إسرائيل ترى أنها قد تورطت بحساباتها ليست دقيقة كما كل مرة أن هناك محاولة الإنقاذ التحالف اليميني الجديد ما بين إسرائيل بيتنا وبين الليكود الذي يريد الذهاب بعد شهرين إلى الانتخابات وكان برأيه أنه قد انتصر بإعادة الإرهاب على الفلسطينيين والردع الآن وجدوا أن الأمور قد اختلفت وثمنها عدة صواريخ لذلك يحاولون وقف التدهور عند هذه الحدود إضافة لذلك أن أي عملية عسكرية فيها أمران محرجان الأمر الأول أنه ليس هناك إمكانية لضمان نصراً سريعاً وسهلاً وقليل تكلفة إذن هل سيدفع للتنية هو الثمن في الانتخابات؟ سيدفع جزءاً من الثمن إذا أوقفت الآن إذا استمرت والخسائر بقيت والخوف لدى المواطن الإسرائيلي الذي انبطح على الأرض لمجرد سماعي أصوات أنا أعتقد سيقول إلى أين يذهب بنا هذا المجنون بهذه الطريقة كنا دائماً نستسهل الآن ليست الأمور سهلة نعم مصادر أوروبية ضالعة في المفاوضات أشارت إلى أن إسرائيل وحماس سيضطران للتسوية هذا بحسب صحيفتها أريتس ولكن هذه المرة التسوية بشروط من؟ لا يمكن للتسوية أن تكون بشروط طرف واحد هي تكون بشروطين التسويات السابقة كانت كلها بشروط إسرائيلية وكانت أحادية ولذلك كانت هذه التسويات ليست هدنة هي كانت دائماً وقف إطلاق نار ما بين مرحلة ومرحلة أخرى تبادر إسرائيل إلى إطلاق النار بشكل جوهري ورئيسي لذلك هذا النمط القديم الآن سينتعي واحد من ما يسمى أن أوراق اللعب وقد تبدلت هي أن الفلسطينيين باتوا من القدرة على أن يطرحوا رأيهم بأي شروط للتسوية الآن ما يعرض هو أن يكون هناك ضمان بفك الحصار وبضمان وقف الاعتداءات على الشخصيات القيادية لتدمير البنية القيادية بشكل سريع أستاذ صحيفة إسرائيل هايوم تحدثت عن أن إسرائيل تخوض حرب أخرى مع رأي العام وهي تتحدث عن حرب إعلامية الإعلام العربي هل هو قادر حقيقة على خوض هذه الحرب الإعلامية؟ أنا أعتقد أن إسرائيل كان دائماً تخوض الحرب الإعلامية مسبقاً وتجهز الرأي العام الغربي مسبقاً بدليل أن الغرب من ميركل إلى أوباما إلى الفرنسيين إلى البريطانيين باشرة تهم الفلسطينيين أننا نتحمل المسؤولية هذا كان مجهزاً وهي ليست بحاجة إلى حملة إعلامية أصلاً لأنها خليقة هذا العداء الغربي لمنطقتنا ولشعوبنا لكن الأساس في الموضوع أن العرب كانوا ضعيفين الآن العرب انفرز إعلامهم هناك إعلام لأنظمة كان شهيراً بأنه يغطي الحروب فتراجع كثيراً عندما جد الجد في مسألة غزة اليوم ولماذا برجتم أنكم في هذه المحطة من أفضل المحطات العربية ربما لعدم وجود نظام عربي يأبركم بأن تخففوا أو تحدوا لديكم حرية التعبير عن وجدان العرب فنجحتم في استكتاب رأي عام كبير العرب الذين بأنظمتهم الإعلامية وأدواتهم الإعلامية هناك فرز وهذا شيء جيد حتى لا نبقى مغشوشين وكأن الحريات الديمقراطية مفتوحة هناك الحريات الديمقراطية في الإعلام مشوبة دائماً ببرامج الكوى التي وراءها نعم لنتحدث عن حماس واضح بأن هناك دعم إيراني للمقاومة ودعم أيضاً من حزب الله للمقاومة لكن هل خيارات حماس السياسية الأخيرة أثرت على هذا الدعم؟ نعتقد الغوص في هذا وكأنك تغوصين في أوراق مجهولة ويجب أن تبقى دائماً مجهولة لأنه قد يكون هناك خلاف في هذا الرأي السياسي وذلك ولكن هل هذا يقطع الود؟ هل هذا يبدل عن الخط الرئيسي بأن هؤلاء مقاومين الاحتلال ويجب دعمهم حتى من الخلاف على الموقف؟ هو لا يؤثر على الخيار الاستراتيجي لحماس؟ لا أدري في الانطباع الخارجي كان هناك أنه لا يوجد تأثير ولكن في التطبيق العملي بدأ وكأنه ليس هناك تأثير أو ربما يكون التأثير نسبي حتى لا نلغي كل الاحتمالات وحتى لا يدعي الإنسان معرفة بكل شيء القليل الذي يجب أن ننتبه له وهو نوعي أن حماس ليست فقط التي تطلق الصواريخ وأن هذه الصواريخ ليست فقط من إيران الإسرائيليون اعترفوا بالأمس أن هناك صواريخ محلية إذن الفلسطيني أيضا بات يخترع أدواته الصواريخ أيضا موجودة لدى الجهاد الإسلامي والديمقراطية والشعبية الذين يشاركون إذن حماس ليست احتكار السلاح وليست احتكار المقاومة نعم بحسب القناة الإسرائيلية الثانية صواريخ غزة كما ذكرت قبل قليل بأنها صواريخ محلية الصنع بالأمس كنا نسمع عن دعم إيراني ودعم من حزب الله لحماس واليوم صواريخ محلية الصنع ماذا يعني ذلك؟ أنا أقول أن الفلسطينيين يفخرون بالدعم الذي يصلهم وخاصة إذا كان دعما يرفع من مستوى قتالهم ويحقق قسائره في العدو إذا كان جاء من إيران فأهلا وسهلا به إذا كان من حزب الله فمبارك حزب الله على هذا الدعم وإذا كان محليا فالسلاسي يجب أن يكون سلاسي مقدس لأنه يخترع ما يحمي الشعب به نفسه ويهاجم عدو نعم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي دعا الدول العربية لإعادة النظر في مواقفها من عملية السلام مع إسرائيل هل يمكن أن تأخذ إسرائيل هذا الموقف من الجامعة العربية على محمل الجد أصلا؟ أنا أعتقد أن إسرائيل تشر عندما تسمع كلاما عربيا لمضمونة له والعرب عودون دائما أن يقولوا كثيرا من الكلام الذي لا مضمونة له ولذلك القول بأن هناك مبادرة عربية لم تسمع بها إسرائيل ولم توليها أي اهتمام ولم تقرأها ربما والقول بأننا نريد سحبها ما الذي يمنع؟ ولماذا الكلام عن احتمال سحبها؟ لماذا لا تسحب وانتهي الموضوع؟ ماذا نستاذ سهيل أنتقل إلى فاصل آخر ونعود إليكم مجددا مشاهدين فاصل سريع ونعود إليكم مجددا أهلا بكم مشاهدين من جديد وصلنا إلى فقرة إقرأ كاتبا ونتوقف مع الكاتب طارق مصاري والذي كتب مقالا بعنوان أهداف أبعد من غزة نتابع هذا المقال ونعود لمناقشته مع ضيفنا الرأي الأردنية طارق مصاروة أهداف أبعد من غزة يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جعل غزة العقدة التي تتجاوز التدمير الجوية والبحرية فيها إلى العلاقات المصرية الأمريكية ويعمل على دفع واشنطن إلى المزيد من الضغوط على القاهرة فواشنطن تعتقد أن محمد مرسي قادر على احتواء القوى المسلحة في غزة وأقناعها بهدنة جديدة وهي ستستعمل قروض البنك الدولي وأية تسهيلات مالية أخرى وسيلة لهذه الضغوط ولولا قوة الإخوان في شوارع القاهرة لكانت التظاهرات بسبب رفع الدعم عن النفط ومشتقاته والإسمنت والمواد الغذائية لا تختلف عن التظاهرات في عمان ومثل هذا البلاء يضعف أي إجراء يمكن أن يتخذه الرئيس المصري لإعطاء بلده دورا حقيقيا في تحركات المنطقة التي أصبحت كتحركات الرمال التي تبتلع كل ثقل يمر عليها نتنياهو أخيرا مهتم بجعل الولايات المتحدة والغرب عدوا للربيع العربي وجعله حالة إرهاب في ثياب قيادات منتخبة فسهيل إسرائيل أو رئيس الوزراء الإسرائيلي يعمل بحسب ما جاء في المقال على جعل غزة العقدة التي تتجاوز التدمير الجوي والبحري فيها إلى العلاقات المصرية الأمريكية وهو يعني الدفع بواشنطن إلى مزيد من الضغوط على القاهرة هناك بعض خاصة بالأوساط الغربية يقولون أن مصر كانت كنزة ثمينة للإسرائيليين فالاستكشف مع القوى الجديدة كم بقي من هذا الكنزة هم لا يقولون أنه قد انتهى وبالتالي إعادة صياغة الموقف المصري بالضغوط من كبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على النظام المصري لمسبقا حتى قبل أن يتمكن بقوة وقبل أن يحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها ليكون رابطا أن دور إسرائيل والحماية إسرائيل من كل شيء وخاصة من الفلسطينيين هذا يجب أن يبقى موكلا إلى مصر وأن تلعب دورا فيها هذا طموح إسرائيلي لكن الحسابات حتى الآن أنا أريد أن ألفد الانتباه إلى قضية أخرى لماذا لم يسارعوا إلى الدبابات والمشات على الأرض لأن القضية التي تحسب حتى الآن وليست واضحة لدى الإسرائيليين والقيادة العسكرية تقول بها أنهم إذا دخلوا باتجاه رفاح في المرة الماضية كان الجيش المصري معطل أوامر بحماية الأرض المصرية ودون أن يتدخل هذه المرة إذا دخلوا سيواجه الفلسطينيين من جهة هل سيواجه المصريين من جهة لأنها ستكون على الطريق والمصريون ليسوا مكلفين بحماية الجيش الإسرائيلي من جهة هل سيكون هناك اشتباك وهل تستطيع القوى الثورية التي تنتشر في قطاع سيناء أن تفعل اشتباك وبالتالي يكون الجيش الإسرائيلي بين كمشتين بما يفتح حربا مع المصريين مرغمين علىها حتى لو لم يردها المصري هناك سؤال خطير جدا حول دور مصر القادم بالسياسة وبالأمن وبالتالي أعتقد هذه رغابات إسرائيلية بأن يكرسوا نسبة معينة من دور ضاغط مصري على الفلسطينيين بكل شيء وخاصة بالقصة الأمنية ووافق عندما يقول أن يتجاوز المصريون قصف الطيران أم لم يقصف دخلت دبابات أم لم تدخل أن تعتبر أمرا عاديا لا أعتقد أن الأمور هكذا هل يمكن أن تتأثر العلاقات المصرية الأمريكية بناء عن ما يحدث في غزة إذا جرت تصعيد الإسرائيلي بالتأكيد الأمريكيون يرون أن سروتهم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط للحفاظ على السيف الموضوع على رقاب كل أصحاب النفط والعرب هو إسرائيل وبالتالي يسلحوها على أنها جزء من جيشهم وربما الجيش المتقدم منهم بأعلى نوع الأسلحة ويرسلوا خبراءهم للتدريب وتعليمهم عليهم ويدفعوا كل الأموال للحرب وبالتالي أي شيء سيؤذي إسرائيل كما حصل في الصمود الفلسطيني هذا أمر الأمريكيون سينعكسوا بعلاقات من جزء ثاني من الموضوع أنا بالرأي أن نلتفت له هناك شيء عربي بدأ حراكا يخيف هنا بمعنى عندما تبدأ دعوات تحت كلام عقلانية ويجب أن نقلل الآمال الفلسطينية وأن لا نندفع عاطفيا من السعودية وقطر بشكل الرئيس أنا أعتقد أن ارتفاع الآمال الفلسطينية جاء بسبب أمر مادي وقع على الأرض وهو كفاءة الفلسطيني المقاتل الذي هدد العدو الإسرائيلي وعندما يقال أنه لا تكثر من هذه الأمال لأن هذا بعض الصواريخ وصلت من إيران أبدا الذي استخدمها هو الفلسطيني لو كان لديك ما لديك من صواريخ ومن أي جهة كانت لا تستخدمها ويقضى العدو سأعود إلى محور العلاقات الأمريكية المصرية يقال بأن هناك استهداف إسرائيلي للعلاقات الأمريكية مع حكومات الربيع العربي ما مدى حقيقة ذلك؟ حكومات الربيع العربي حتى الآن لم تقف مواقف الجذرية ضد السياسة الأمريكية في المنطقة لا زالوا يتلمسوا نقاط الاشتباك ونقاط المعرفة الإيجابية التي كانت في السابق وفقا للخطوط الأمريكية الأمريكيون يعانون مشكلات كبرى في العالم بوجود قوة دولية بينما لا يعانون مشكلات كبرى في عالمنا هم يريدون إعادة إخضاع القوى الجديدة التي جاءت بنفس الصيغة القديمة ولكن أعتقد أن البحث عن صيغة جديدة سيكون فيه صدامات بعدد من النقاط أنا لا أعتقد أن الأنظمة الجديدة بلغت مستوى التحدي للسياسة الأمريكية كاملة يجب أن تصل له ويجب أن يكون الاندفاع الشعبي دائما بهذا نعم تحدثنا عن غزة وعن مصر وعن الأردن ولكن لابد من التوقف عن ما يحدث في سوريا رئيس الفرنسي يعلن أن بلاده قررت استضافة سفير جديد لسوريا عينه الرئيس الاعتلاف السوري أحمد الخطيب لماذا تتخذ فرنسا هذه الخطوة بمعزل عن الدول الغربية والولايات المتحدة التي رفضت حتى الآن الاعتراف بالاعتلاف كممثل وحيد لشعب السوري أعتقد العودة إلى القسم الغربي من التحالفات الغربية نحن نعلم أنه لم يبدأوا بعملهم العسكري ضد ليبيا إلا عندما كل الحلف الأطلسي لم يبدأ إلا عندما أمريكا وافقت على البدء بالاستخدام الصواريخ هنا إشكال أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد العمل العسكري في سوريا وبالتالي كل الغرب لا يستطيع أن يأخذ موقفا يستطيع أن يمثل به على الأرض عسكريا هم يحاولون تهريب الأسلحة وغيرها أما الفرنسيين فيجدون أنه جزء من فرصة لتعود أوروبا إلى بعض رسم السياسة كنائب للولايات المتحدة الأمريكية وأن تجرها إلى مواقفها قليلا وأعتقد أن هذا وهم لأنه أولا هولاند ربما أكثر الرؤساء الفرنسيين ضعفا بسرعة انكشفت أو قدراته ثانيا أن فرنسا بإمكاناتها الحالية لا تستطيع أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية على مواقف وبالتالي هذا ما أشرت له أن حتى حلفائهم في الغرب لم يستطيعوا أن يصلوا إلى درجة الاعتراف وأن هذه تحتاج إلى حملة سياسية كل ذلك تمضية للوقت دليلا عن عجزهم عن فرض وقائع جديدة في الساحة فرنسي ربما لتسليح المعارضة هو يسلحها هو لم يتوقف عن تسليحها منذ زمن بعيد ومنذ البدايات ونحن نعلم أن أول خبراء جانبها تقلوا في منطقة حمس كانوا من الفرنسيين نعم فرنسا تقود بما يسمى عملية الإقناع التي بدأتها باريس لاستقطاب الدول الأوروبية للحاق بالموقف الفرنسي هل يمكن حقيقة أن تنجح في هذا الدور؟ هذا الوهم الكاذب الذي كان يقول أن فرنسا هي الأكثر خبرة بلبنان وسوريا لأنها هي التي كانت دولة الانتداب والاحتلال لهم وأنها على علاقات تاريخية بهم أنا أعتقد هذا وهم الكاذب لأن الغرب لم يعد هناك مسألة خبير أو لا هناك قرار استراتيجي أمريكي تخضع له أوروبا الغربية وبالتالي السياسة الرئيسية هي السياسة الأمريكية إذا الآن وزارة الخارجية الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية قالت نعم لشيء ما فلا فرنسا ولا غيرها ستستطيع أن تحارضه ننتقل معك إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج وهي فقرة الكركاتور نتابع معا كركاتورات الصحف لهذا اليوم الاتحاد الإماراتية إسرائيل تقطع الطريق على طلب عضوية فلسطين أو عفوا هذا الكركاتوري يتحدث عن صواريخ المقاومة ترسم حدود غزة ما تعليقك على هذا الكركاتوري؟ أنه إذا بدأ ربط اتنين مدام تقطع الطريق فنحن في الجو تقطع عليهم طريق القصف على شعبنا وبالتالي هم يقطعوا الطريق ونحن نقطع الطريق نحن سنذهب إلى الأمم المتحدة المقاتلون على الأرض سيثبتوا للعالم أو أثبتوا للعالم حتى الآن أننا لن نتخلى عن حقوقنا هل ترسم معادلة جديدة في المنطقة؟ وبالتالي هذه الصواريخ بدأت تفرز اتجاها لمعادلة جديدة حتى لا نبالغ كثيرا وكأننا صرنا بموازات الإسرائيليين بأسلحتهم وذقيرتهم الأمر الذي مهم فيه أن هذه المفاجأة غير المحسوبة من قبل الإسرائيليين تعني أن كل دراساتهم لحروبهم ضدنا لابد فيها من الثغرات فإذا حملنا بذكاء نستطيع أن نسلها نعم أيضا نشاهد الكاريكاتورة الذي بعد إسرائيل كما ذكنا قبل قليل تقطع الطريق على طلب عضوية فلسطين للأمم المتحدة هل فقد الفلسطينيون الأمل؟ أبدا أنا أعتقد أن الآن الدول التي تؤيدنا وهي تقديرات الغرب حتى أنها بحدود ما بين 140 إلى 150 دولة الآن سيكون الجو الذي خلق بسبب هذه المعركة التطبيق العملي إلى حاجة لحل سياسي دبلوماسي منطقي وأن علينا أن نعترف بالدولة حتى تكون هذه الدولة قابلة ما يحدث في غزة هل يؤثر؟ يعني ما يحدث في غزة الآن هل يؤثر على الحرار؟ سيزيد دعم الدول في إقرار قبولنا كدولة نعم أستاذ سهيل شكرا لتواجدك معنا أستاذ سهيل الناطور العضو القياد في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شكرا جزيلا لك مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة نلقاكم بإذن الله في يوم غد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر